السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذكر البراءة من العهد مع المشركين وأنواع المشركين اللي هيدخل في الإسلام هيبقى ليه إيه واللي هيكمل على الكفرة هيبقى وضعه إيه وهكذا كإن في حد يعني استغرب من هذه البراءة وقال ليه يعني ما نكملش معهم العهد ما هو ناس لطافة ومتو كيوتو وبيعملوا خير وبيعطفوا على الضعفاء وبيأكلوا الأطط واللي مش عارف إيه وبيرحموا الحيوانات والكلام ده كله فكان لازم التوضيح لازم التوضيح لأن البراءة دي هتقتضي أنه ممكن هيتبرق من ابنه هيتبرق من أخوه هيتبرق من عشرته هيقاتل أحب الناس إليه في الماضي يعني فلازم يبقى فاهم الموضوع فما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يسيبنا كده إيه شايفينهم من بره فربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الداخليات أو النفسية بتاعت هؤلاء فأسباب كتيرة جدا أولا ربنا سبحانه وتعالى تعجب من هذا التعجب يعني أنت بتتعجب من التبرق فربنا سبحانه وتعالى بيقولك كيف يكون المشركين عهد طبعا عهد هنا يعني عهد دائم عهد ثابت وإلا فهنا في عهد ولكن عهد مؤقت لظروف ايه معينة ولكن الكلام العهد الدائم ده ما ينفعش أصلا ليه بقى أول حاجة لأنهم مشركين بيسيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ربنا له ولد بيقول إن ربنا حجارة أو إن ربنا له شريك في الملك أو 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 فما ينفعش يكون ما بيننا وبينهم عهد مستمر ثانيا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم ولا بيؤمنوا بالله وبرسوله يعني تقول له مثلا إيه إحنا يعني أنت ستعاهد الله وستعاهد الرسول على كذا وكذا وكذا هو ولا مؤمن إن ده ربنا ولا مؤمن إن ده الرسول أو مؤمن إيمان مش هينفعه لأنه هو مؤمن به وبغيره فمشرك فده السبب الثاني السبب الثالث كيف يعني كيف يحدث ذلك كيف يحدث هذا العهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم يعني لا يراعوا فيكم إلا ولا ذم إلا يعني إيه أهلا وقرابة نسب لو هم لو دول ربنا صحيحة الله بيكشف لنا نفسيات الناس الكيوت اللي طاف دول لو الناس دي تمكنوا مننا لن يراعوا فينا حرمة لن يراعوا فينا عهد ذم يعني إيه عهد وإلا يعني قرابة حتى لو قريبك حتى لو أخوك حتى لو كذا وكذا لن يراعي فيك سوف ينتقب منك إيه هو عنده غل شديد في قلبه ولكن لو هو مستضعف بيبين العكس يرضونكم بأفواههم ده سبب تاني الكلام الحلو بتاعهم ده ده كلام بس كلام بس بالبؤ ولكن إيه تأبى قلوبهم قلوبهم ترفض إن هي تبقى فيها حب صحيح وحب صادق وود صادق للمؤمنين السبب اللي بعد كده إن أكثرهم إيه فاسقوا أكثرهم فاسقون يعني دي عادة فيهم الخروج عن المعاهدات والخروج عن إذا كانوا خرجوا عن العهد اللي ما بينه وبين ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستوا بربهم قالوا بلش خرجوا عن العهد ده خرجوا عن عهد من خلقهم فمش هيخرجوا عن العهد معكم فما ينفعش تستديموا في المعاهدة مع هؤلاء السبب البعض كده أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني ممكن يكون كل الموضوع ده هو معتقد أنه هو ده الدين الحق ولكن كل الموضوع ده عشان المراسة عشان هو مترستق كده وعجبها الحياة كده في الجو ده عشان هو لو آمن هيفقد مال هيفقد منصب هيفقد الرئاسة القبيلة أو كذا أو كذا فالنفسيات دي ما ينفعش أن أنت تتعامل معها بشكل إيه؟ بشكل سوي السبب البعض كده أنهم صدوا عن سبيل الله يعني مش اكتفوا أنه هو يكفر أو أنه هو ما يسلمش لا ده هو كمان حاول يمنع غيره أنه يدخل في إيه؟ في دين الله عز وجل السبب البعض كده أنهم إيه؟ معتدون هما اللي نقضوا العهد الأول وهم اللي راحوا تحلفوا مع أعداء الإسلام وراحوا أغاروا على إيه؟ على المعاهدين وكذا وكذا طيب السبب البعض كده أنهم سوف يطعنون في الدين أو أنهم يطعنون في إيه؟ في دينكم وبيكرهوا الناس فيه وبينشروا أخبار كاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا أن ده دين الإرهاب وده دين المش عارف إيه؟ وده دين متطرف وده وكذا 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 والإسلام بريء من إيه؟ من هذا سألوا بعد كده أنهم لا أيمان لهم هتعمل معهم إيه؟ طيب هتاخد العهد معهم إزاي؟ هتحلفهم؟ مالهمش حلفاء وفي قراءة تانية إنهم لا إيمان لهم اللي مالوش إيمان ما تسقش فيه السبب اللي بعد كده أنهم نكثوا أيمانهم يعني بيرجعوا في كلامهم السبب اللي بعد كده أنهم هموا بإخراج الرسول فعايزين يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من مكة من بلده السبب اللي بعد كده أنه هم اللي بدئين والبادي إيه؟ أظلم كل الأسباب دي فيها أسباب ظاهرة واضحة جدا وفيها أسباب إيه؟ داخل إيه؟ ولو رجعت التاريخ هتلاقي إن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكشفها لنا حصلت في التاريخ لو رجعت تاريخ البوتنا والهرسك لو رجعت تاريخ كتير من البلاد هتلاقي إن يقول لك جاري وصحبي والمشيين مع بعض رايحين نيمين واكلين شربين مع بعض هو اللي إيه؟ هو اللي دخل بيتي وهو اللي اعتدى على أهلي وهو اللي قتل أطفالي وهو اللي كذا وكذا 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 دي أسباب كتير بتبرر أو بتعطي سبب هذه البراءة عشان المسلمين يكونوا على نور زي ما بنقول الأمور واضحة بالنسبة لهم ليه عاهدنا؟ عشان فيه ظروف وعشان إحنا محتاجين هذا العهد ليه تركنا هذا العهد لهذه الأسباب الكثيرة ترجمة نانسي قنقر